موسيقى مساء الخير متابعي تقس العرب في المملكة العربية السعودية نهار اليوم الأربعاء سادت مختلف مناطق المملكة أجواء حارة والليلة إن شاء الله رح تكون الأجواء دافئة في عموم مناطق المملكة باستثناء المنطقة الشمالية ونهار غد الخميس إن شاء الله أيضا رح تكون الأجواء حارة نهارا في مختلف مناطق المملكة ولكن في المنطقة الشمالية رح تكون الأجواء باردة نسبيا رح نستعرض وإياكم درجات الحرارة في العاصمة الرياض لهاي الليلة إن شاء الله 25 درجة مئوية بتسجلها الآن الملموسة 24 نسبة الرطوبة 20% وسرعة الرياح معتدلة 22 كم في الساعة نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله نهار غد الخميس في عموم مناطق المملكة بداء شمالا وسكاك نهارا بتسجل 25 ليلة 14 عرعر 26 نهارا مع غيوم متفرقة و12 درجة مئوية بتسجلها ليلا تبوك أجواء صافية ومشمسة 25 درجة مئوية نهارا أما ليلا تنخفض 11 درجة مئوية ننتقل الآن إلى المنطقة الغربية بداءا مع جدة 29 نهارا مع غيوم متفرقة ليلا 25 المدينة منورة 31 نهارا احتمالية لطبعا هبوب للرياح المثيرة للغبار و18 درجة مئوية بتسجلها ليلا أما مكة المكرمة أجواء حارة 37 درجة نهارا مع غيوم متفرقة 23 درجة مئوية بتسجلها ليلا الطائف 28 درجة مئوية بتسجلها نهارا احتمالية لهطول زخات من الأمطار وأجواء غائمة جزئية أما بالليلة بتنزل لـ 21 درجة مئوية ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية بداءا مع أبهى أجواء مشمسة وصافية 27 نهارا 16 ليلا الباحة 25 درجة نهارا غيوم متفرقة و16 درجة مئوية بتسجلها ليلا أما جازان 35 درجة مئوية أجواء مشمسة و26 درجة مئوية بتسجلها ليلا ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية والدمام كلما الدمام وحفر الباطن 36 درجة مئوية بتسجلها نهارا وأجواء حارة أما ليلا تنخفض إلى 23 درجة مئوية الإحساء 39 درجة مئوية وأجواء حارة ليلا 25 درجة مئوية بتسجلها بإذن الله أخيرا ننتقل إلى المناطق الوسطى مع العاصم الرياض 36 درجة نهارا مع أجواء غائمة جزئية و26 درجة مئوية بتسجلها ليلا بريدة 35 درجة مئوية نهارا أجواء حارة وبتنخفض ليلا إلى 23 درجة مئوية وحائل 30 درجة مئوية نهارا مع احتمالية لهطول زخات بالأمطار و15 درجة مئوية بتسجلها ليلا متابعين هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة تصبحون على ألف خير